منازل من الطين في بلد يعوم على بحيرة من النفط هذا هو وضع سكان حي الطين في قضاء بلد في محافظة صلاح الدين فمنذ عام 2003 وسكان هذا الحي يعانون الأمرين فبيوت هؤلاء السكان لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء كما أنهم عرضة للدغات العقارب والثعابين القاتلة لا بالصيف مرتاحين ولا بالشتاء مرتاحين بالصيف عقارب حياية يعني حتى نقوم بس ورجها لي ورجها لي في سبيل لا خاف تطلع لهم حية لا خاف تطلع لهم عقارب حتى ما عنده مكانية بالصيف أسحب مولد تجي أيام تجي أسحب مولد الجديد في هذا الحال الذي يعيشه سكان حي الطين في بلد هو اختارهم من قبل الجهات الحكومية بضرورة إخلاء الحي بذريعة أن أرضه مملوكة إلى الدولة هل تشوف قاعدين وساكتين وكنا معواقين وكنا أصحاب شهداء لا تعويض لا راتب لا فد شيء وقاعدين وساكتين والحكومة تريد شيئنا وين نتوجهنا وين نروح أي والله من تنطر الدين نغرق بيها وما عدنا غير هذا البيوت القاعدين بيها يريد من سيادتكم بس تشوفون وضعنا أي والله يوميا يجون وهددونه فيقول لك شين وقلنا نحن وين نروح قال لك هاي مشكلتكم سكان حي الطين يؤكدون أيضا أن السلطات الحكومية تهدد بإزاحة السكان عن منازلهم لبناء منشآت خدمية بديلة عن هذه المنازل والحكومة الطالبة تتأخذهن والقيم مقام ويساونها مدرسة مادر منتزه لن ننتخبهم مدام هذا هو حالنا هو لسان حال سكان الحي الذين أكدوه أن الانتخابات في العراق لم تعد تعنيهم بشيء قياسا بوضعهم المعيشي والله احنا بالنسبة عن الانتخاب وما نوصل لأي مكان الانتخاب لأن حالتنا حال تعبانة وتأذينة وما حصلنا أن الانتخاب الراح ولا القبلة رحنا انتخابنا ونسؤولين نفسهم نفسهم ما حصلنا منهم فالشيء مقاطعة سكان حي الطين الانتخابات القادمة لم تأتي من فراغ فبيوتهم التي بنوها بإمكاناتهم البسيطة باتت مهددة بالتجريف ما يعني مستقبلا مجهولا ينتظر أهالي الحي يضاف إلى معاناتهم الحياتية على مدار فصول السنة الأربعة